تحركات أمريكية وأخرى بريطانية رفعة المستوى لمقاربة الوضع السياسي والإنساني على ساحة الحرب المشتعلة في اليمن ففي مقر الأمم المتحدة بنيويورك استكملت التحضيرات لللقاء بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش فيما كانت مجلة فورين بوليس الأمريكية قد رجحت أن زيارة بومبيو للمقر الأممي تأتي للضغط على الأمم المتحدة لوقف مساعداتها أو قسم منها لبعض المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وسائل الإعلام نقلت عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية متواجدين في نيويورك تأكيدهم أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تمول بشكل مسؤول عمليات إغاثة إن لم تتمكن من مراقبة وحماية مصداقية برامج المساعدة الإنسانية في اليمن وإن لم ترى تقدماً ملموساً من قبل الحوثيين من أجل رفع تلك العوائق التي يضعونها أمام المساعدات وعلى خلفية التحديات التي تعترض عمليات الإغاثة الإنسانية في اليمن تأتي تحركات وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب الذي زار الخميس الرياض والتقى القيادة السعودية والرئيس عبد الربو منصر هادي وسط تأكيدات من الوزير البريطاني بأن بلاده ستعمل عن كثب لمعالجة الأزمة وخفض التصعيد في اليمن في لقائه الوزير البريطاني كرر الرئيس هادي مقولاته المعهودة حول الدور الإيراني في اليمن فيما بد واضحاً أن تركيز الوزير البريطاني ينصب على اتفاق الرياض مع أمال بأن تسفر الجهود المفذولة لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في اليمن خلال هذا العام وأن يتم تجاوز التحديات في سبيل استكمال خطوات الاتفاق وبنوده بما ينعكس إيجاباً على الشعب اليمني مصدر دبلوماسي بريطاني أكد في تصريحات صحفية أن بلاده تعمل مع الرياض بشكل وثيق على تجاوز العقبات التي تواجه الأزمة اليمنية سواء عملية تطبيق اتفاق الرياض بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي أو دعم جهود المبعوث الأمم للتوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية معبراً عن رغبة بلاده في المساعدة على تعزيز جهود السلام خصوصاً ما يتعلق بتأخير تنفيذ اتفاق الرياض وعن المواجهات العسكرية الأخيرة في محافظة الجوف أوضح الدبلوماسي البريطاني أنها كانت محل بحث وزير الخارجية مع المسؤولين السعوديين على قاعدة الدعم الكامل لجهود الأمم المتحدة التي تجري بواسطة المبعوث الخاص للمنظمة الدولية في اليمن